عرضت بين أيديكم في الحلقة الماضية من ضمن هذه الشاشة وهي الشاشة الثامنة وهي الأخيرة عرضت مقطعا من مسلسل تمثيلي تلفزيوني عراقي من مسلسلات السبعينات تحت موسى الحلاق يتحدث هذا المقطع عن قراءة رسالة كتبت باللغة العربية ولكن الذي قرأها قال إنها قد كتبت باللغة الهندية لجهله بالقراءة أنا ما عرضت هذا المشهد أو هذا المقطع من المسلسل لأجل أن نستمتع بمشاهدته مسلسل قديم وبالأسود والأبيض لكنني جئت بهذا المقطع وسيلة إضاح كي أقرب لكم واقعنا الشيعي في ظل سلطة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ما كان عندي من وقت كي أقف وأشير إلى مقصدي لإراد ذلك المقطع من المسلسل الكوميدي الاجتماعي سأعيد لكم عرض المقطع ولكنني بعد أن أتم كلامي أتمنى أن تلتفتوا إلى كلامي وأن تطبقوا كلامي على المشهد الذي سأعرضه بين أيديكم نحن عندنا مشكلة كبيرة إنها مشكلة العربة قبل الحصان فهل تتحرك العربة حينما نضع العربة قبل الحصان كما يقال في الأمثال هل تستطيع العربة أن تجر الحصان وهل يستطيع الحصان بهذه الهيئة أن العربة أمامه وقد ربطت به ورأسه إلى العربة هل يستطيع أن يجر العربة بشكل صحيح حينما توضع العربة أمام الحصان توقفت الحركة مراجعنا مستوى الوعي ومستوى الثقافة عندهم هابط إلى حد بعيد إلى الحد الذي أن أتباعهم لا أتحدث عن الجميع وإنما أتحدث عن بعض أتباعهم يملكون من الوعي ومن الثقافة أكثر منهم ومع ذلك يضحكون على أنفسهم ويقولون من أن المراجع أفهم منا وأكثر وعيا منها الواقع الذي نعيشه حينما تحدث مشكلة من المشاكل السياسية الاجتماعية عامة الشيعة في المقاهي يجلسون أو في الدواوين يشخصون المشكلة بشكل جيد ويضعون لها حلولا والمرجعية عاجزة عن ذلك وحينما تضع حلا تضع حلا بائسا حتى الأحزاب الدينية الشيعية وإن كانت أحزابا متخلفة جدا بالقياس إلى الأحزاب المتقدمة في الدول الأخرى حتى في دول الشرق الأوسط أحزابنا الدينية الشيعية متخلفة جدا إلى حد التعفن في التخلف ومع ذلك فإن قياداتهم يملكون رؤية ووعيا أفضل بكثير من قدرة ووعي المرجعية ومع ذلك يكذبون على الناس هم يعلمون أن المرجعية لا تملك لا كفاءة ولا قدرة ولا وعيا أنا قد أثبت لكم ذلك بيانات تصدر من السيستان مشحونة بالأخطاء اللغوية والنحوية والبلاغية وحتى في الجانب الفكري والعقائدي وقد عرضت لكم ذلك عرضت لكم فيديوهات لمراجع الشيعة وهم لا يحسنون قراءة صلاتهم ما عرضت مرجعا واحدا ولا من صغار المراجع عرضت لكم فيديوهات لكبار مراجع الشيعة من أموات ومن أحياء لا يحسنون قراءة صلاتهم هذا الذي لا يحسن قراءة صلاته وهي من مقدمات التدين ماذا يحسن هذا وهذا الذي لا يحسن أن يكتب بيانا بشكل صحيح ماذا يحسن هذا وهذا الذي يعجز أن يظهر أمام أتباعه كي يتحدث إليهم بحديث ولو لدقائق لأنه يخاف إذا ما تحدث أن يتهدم هذا الهيلمان الكاذب من التقديس ومن افتراء الكرامات ومن الدجل الذي لا يحسن أن يفعل هذا فماذا يحسن هذه الصورة الكاذبة لكفاءة المراجع ولعلمهم ولثقافتهم ووعيهم وإدارتهم وقيادتهم هذا كله كذب والله كله كذب في كذب والذين يعملون بالقرب منهم يعرفون ذلك حقيقة يحدثوننا بأشياء مضحكة عن هؤلاء المراجع أنا لا أستطيع أن أردها لأنها ترتبط بشؤونهم الشخصية وبشؤون عوائلهم وأنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء لا كما يقولون من أنني أحاول تسقيطهم إذا كنت أريد تسقيطهم فإن عندي من المعلومات التي تجعلهم سخرية كوميديا على ألسنة الناس ولا يستطيعون أن يكذبوها لكنني لا أفعل هذا أنا لا أريد أن أسقطهم بهذا الأسلوب أنا أريد أن أشخص المعايب دعوتي دائما للتصحيح تصدقونني لا تصدقونني تلك مشكلتكم أنا فيما بيني وبين نفسي ما عندي من مشكلة ولا أعبأ بمشاكل الآخرين اتجاهي ذلك أمر يسألون عنه كما أسأل أنا عما أقول وعما أبين مراجعنا فاشلون لا يمتلكون الكفاءة والقدرة على إدارة وقيادة أمور الناس الناس تتصور فيهم هذا الواقع يتحدث عن شيء آخر بالضبط كما في هذا المشهد التمثيلي هذه المرأة تمثل الأمة تمثل الواقع الشيعي جاءت بمشكلتها جاءت برسالة مكتوبة بلغة عربية صحيحة فولدها يدرس في الهند جامعي كتب رسالة فجاءت بها إلى حج راضي وحج راضي يمثل الجهة المحترمة في ذلك الزقاق في تلك المحلة هو لا يحسن القراءة خدعها قال لها من أن ولدها قد كتب باللغة الهندية العامل الأجير كان أكثر كفاءة منه تطبيق عملي للذي قلته قبل قليل ولكنه اضطر أن يكذب على المرأة أيضا مثلما يكذب أتباع المراجع على أنفسهم وهم يعلمون أنهم أكثر كفاءة من المراجع ولكنهم يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الناس ويقولون إن الحل عند المرجعية والمرجعية لا تعرف أن تدبر أمرها حتى تستطيع أن تدبر أمر الأمة فهذا الأجير كما نعبر عنه بالصانع الصانع هو الأجير هو العامل الذي يكون معاونا مساعدا لصاحب المحل أقنع المرأة بأن الرسالة باللغة الهندية وأن حج راضي كان عارفا باللغة الهندية وهو يترجم لها من اللغة الهندية إلى اللغة العربية والحكاية ليست كذلك الرسالة باللغة العربية تلك هي أكذوبة قدسية المرجعية في واقعنا الشيئي هكذا يضحك علينا وكلاء المراجع وهم يعرفون حقيقة مراجعهم وهكذا يضحك عليكم الذين يعملون بالقرب من المراجع يعملون في مكاتبهم يضحكون عليكم الويل لهم الويل لهم هذه الدنيا أيام وتنتهي الويل لهم وسيضحكون عليكم سيضحكون عليكم ويقولون لكم بعد أن تبينت الحقائق في هذا البرنامج من خلال الوثائق القطعية سيضحكون عليكم ويقولون لكم من أنني أقول عن السيستاني وولده أنهم عملاء للأمريكان أنا لا أقول هذا وماذا سيقولون لكم نحن لسنا عملاء نحن وجدنا أن مصلحة العراق وأن مصلحة العراقيين وأن مصلحة الشيعة في التعاون مع الأمريكان تنازلنا عن كل وضعنا النفسي ووضعنا الشخصي تنازلنا للأمريكان لأجلكم وستصدقون ويضحكون عليكم لأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الأدلة والحقائق والوثائق التي طرحتها في هذا البرنامج وهم يتابعون هذا البرنامج وحوزة النجفي تتابع هذا البرنامج والسياسيون يتابعون هذا البرنامج أنا على علم بذلك أنا لا أقول لكم هذا على سبيل الاحتمال وعلى سبيل الاستنتاج أنا أحدثكم عن معلومات الذين تابعوا هذا البرنامج لا أعتقد أنهم سوف يقولون من أن الوثائق والمعطيات ليست صحيحة وبالتالي فإنهم سيصلون إلى نفس مضمون العنوان مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق كل الذين تابعوا هذا البرنامج سيصلون إلى هذه النتيجة حتى وإن كابروا فيما بينهم وبين أنفسهم لا يستطيعون أن ينكروا هذه الوثائق وهذه المعطيات وثائق حقيقية ومعطيات حقيقية ومعلومات دقيقة وإذا كان لهم من علم بالواقع فإن كل تلك التفاصيل تنطبق انطباقا كاملا على الواقع المرجع الشيعي السيستاني النجفي العراقي لكنهم سيضحكون عليكم يقولون لكم من أن هذا الغز يتهم المرجعية بالعمالة ونحن لا ننكر علاقتنا بالأمريكان لأننا وجدنا مصلحة الشيعة مصلحة العراق في ذلك بالضبط مثل ما خرج الكاظمي وتحدث وقال من أنني لا أخجل من علاقة بأمريكا أو بإيران إنه أسلوب لأجل أن يخفف الحقيقة هذه طريقة لأجل تخفيف الحقيقة ولأجل إثارة الغبار أو صناعة الضباب حول الحقيقة التي تتجلى من كل هذه الأدلة أنا لا أبالي بما يقولون ولست هنا بصددي مناقشتي أنهم مع الأمريكان أو أنهم ليسوا مع الأمريكان أنهم عملاء أو ليسوا بعملاء أنا لا أناقش هذه الموضوعات لا شأن لي بها أنا أريد أن أصل بكم إلى أن هذه المرجعية وحتى باقي المرجعيات لا علاقة لها بالدين هؤلاء أناس طلاب سلطة فلا تأخذوا دينكم منهم إذا أخذتم عقيدتكم منهم فإنكم تأخذون عقيدة باطلة لا لأنهم يتعاونون مع الأمريكان أبدا لأن منهجهم لا علاقة له بصاحب الأمر هؤلاء أناس طلاب سلطة مثلما السياسيون يبحثون عن سلطة دنيوية هؤلاء يبحثون عن سلطة دينية لا علاقة لها بالدين أصلا فالسياسيون يبحثون عن سلطة دنيوية والمراجع يبحثون عن سلطة دينية شخصية لهم ولأولادهم لو كان لهم من برنامج ديني فأين صاحب الأمر في هذا البرنامج لماذا برنامجهم أمريكيون قد يكون البرنامج الأمريكي نافعا للعراقيين وللعراق أنا لا أناقش هذا الموضوع أنا بدأت معكم من الحلقة الأولى قلت لكم الزبدة الذهبية في هذا البرنامج اعرف إمامك وعرف بإمامك وقلت لكم لابد أن تشخص موقفكم أين أنتم أيها الشيعي أين أنت ومن أنت هل أنت عالم تأخذ علمك بحسب منهج محمد وآل محمد أم أنت عالم تأخذ علمك من منهج لا صلة له بمحمد وآل محمد كمراجع النجاف أم أنت لست بعالم أنت جاهل لست بعالم فهل تأخذ علمك من عالم علمه من آل محمد أم أنك تأخذ علمك ودينك من عالم علمه ليس من آل محمد أم أنك تعود إلى رأسك تعبث بنفسك أنت تعبث نفسك بنفسك تأخذ دينك من رأسك ولا يوجد احتمال سادس فإما عالم علمه من آل محمد وإما عالم علمه ليس من آل محمد من أي جهة كانت وإما جاهل يأخذ من عالم آل محمد وإما جاهل يأخذ من عالم علمه ليس من آل محمد وإما جاهل علمه وهو جهله يأخذه من رأسه ولا يوجد احتمال سادس من البداية قلت لكم شخصوا أنفسكم وبعد ذلك قلت لكم من أن الخطوة الأولى أن تنظفوا رؤوسكم من القذارات التي وصلت إليكم من المؤسسة الطوسية من الحوزة النجفية الشافعية المعتزلية وبعد ذلك نوروا عقولكم بفكر محمد وآل محمد محمد فحينما تحدثت عن المرجعية السيستانية أنا لست سياسيا لا شأن لي بالسياسيين ولا أريد أن أكون واقفا في طريق البرنامج السياسي للسيستانيين لا شأن لي بذلك أبدا لا علاقة لي بكل هذا أنا أريد أن أثبت لكم من أن هذه المرجعيات مرجعيات دنيوية لا علاقة لها بالدين إنها تبحث عن سلطة دينية بالضبط مثل ما جاء في الأحاديث إنهم ينصبون الدين فخا وكمينا لاستياد الدنيا إنهم يلحسون الدنيا ولكن بواسطة الدين يلحسون الدنيا بالدين هكذا تصفهم الروايات هؤلاء هكذا فمؤسسة ومرجعية هذا حالها لن تكون أمينة لا على الدنيا ولا على الدين فعينما تكون هذه المؤسسة ليست أمينة على الدنيا وليست أمينة على الدين فلا يؤخذ الدين منها قد يقول قائل من أنك في باب التخليد ترجع الناس إليهم بسبب الاضطرار وقد بينت هذا الأمر من أنه كحال المضطر إلى أكل الميتة بالقدر الضروري فماذا نصنع لا نعرف في عالمنا الشيعي فقيها ومرجعا يتصف بالمواصفات التي يريدها صاحب الأمر كنتم قادرين على أن تصل إلى أحكام دينكم بأنفسكم فلا تعود إليهم تعرفون فقيها بمواصفات كمواصفات آل محمد فعليكم به ولكن من هو هذا وأين هو هذا بالنسبة لي الأمر ليس واضحا لا أعرف أحدا يتصف بهذا الوصف فمن باب الإضطرار أرجعتكم إليهم بحدود الإضطرار وفي المسائل الفتوائية لا في العقيدة ولا في الفكر ولا في تفسير القرآن ولا في قراءة التاريخ بالقراءة العقائدية وإنما فقط في حدود الطقوس والمعاملات وليس أكثر من ذلك وبحدود الإضطرار كالمضطر الذي يأكل من الميتة هذا الموضوع قد بيّنته بشكل مفصل جدا في برنامج شهر رمضان شهر رمضان ألف أربعمية واحد وأربعين هجري على شاشة القمر البرنامج سنعيد بثه في الوقت المناسب وهو موجود على الشبكة العنكبوتية في مواقعنا الرسمية سأعيد عرض المشهد المأخوذ من مسلسل تحت موس الحلاق لكنني أتمنى عليكم أن تتذكروا كلامي من أنني جئت بهذا المشهد لا لأجل كوميديته إنما أردته مثالا توضيحيا للذي ذكرته لكم قبل قليل المثال شرحته لكم ولو بنحو مجمل لكنني سأضع بين أيديكم مرة أخرى هذا المشهد الكوميدي وفي الحقيقة إذا أردنا أن نطبق كوميدية هذا المشهد على واقعنا الشيعي فإن الكوميدية ستتحول من كوميدية اجتماعية هادئة بحسب المسلسل إلى كوميدية سوداء في عمقها اتراجيديا مؤلمة نحن واقعنا واقعنا الشيعي المرجعي النجفي واقعنا كوميدي من الكوميدية السوداء التي تستبطن تراجيديا عميقة وتراجيديا مؤلمة إلى أبعد الحدود رجاء أعرضوا لنا تحت موسى الحلاق موسى الحلاق موسى الحلاق موسى الحلاق اي حاجي انت Our استادي قرى هندي كل الزيان أمس الفريزة أستادي هذه معناتها أمي العزيزة أمي العزيزة أهديكي أزكي أهديكي أسكى أهديكي أسكى هاي نقطتين والله هي نقطتين أستادي تعرف عندي نحباني مع فالصو تحياتي مع خالص هاي نقطتين أستادي أمنياتي تحياتي مع خالص هاي نقطتين أستادي أستادي ترى ضعيف بالنقاط هاي مايخالف مايخالف حاجة تتعلم مايخالف إتيتي مشناف إنني مشتاق هاي نقطتين صحيحة هاي إنني إنني مشناف مشتاق هاي قاف مشتاق أستادي البكوالي أبي إليكي وإلى أبي عمو أبي لأني أبي كمبرا بالهندي معناتها أبي كمبرا كثيرا يعني مايخالف مرنام إنني مرتاح هاي صدق على أمو يوح هادي عين لوميم ديش شلون كنتبه هاي بالهندي كمبرا كمبرا كثيرا مثل بيشي ستاج باحا نقطتين وقا هنقطت هاتا في كلك هنا في كلكتة ها كلكتة مدينة كلكتة هاي يدرس بيها غير لي اي 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 طرف اني ملعون ولا تي فو ولا تبقوا اي لعد هذا مو فيه نقطتين نقطة فوق نقطة صايرات في ال ابنك ما عيش بالنقاط ها في الفين نحوي إنني مرتاح في الفين في الفين نحوي ولا كلكتة ولا تبقوا اي فالفين لا استادي هاي هاي قلقين استادي هاي صحيح محق استادي نحوي 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 ما مطول هشوف بين الحي والواء وطويلة قلتها سيناء والله هي حقك استادي اي حد شمعي وسازو دقام أزودكم أزودكم لا خالد أزودكم بصوزك بصورة بصورة بصورتين نقطة ما اللي هي جاية صورتين صح جنبلة جميلة اي صورة يعني حلو أتا وزوخ بي أنا وزوجتي اي حد يا ممو اي حد يا ممو اي مززوج هناك حد هو مرت اي حد ذلنا صورة ايتتي فرمان اي انني فرحان اي فرحان اي فرحان يمم بليدي بسبب دوام بسبب دوام انا نفاص نقول يعني ما خلا اي ما يصح أبي بالمدرسة بسبب دوام أبي بالمدرسة اي حد جئي محباني تحياتي للوالد للوالد اي الابودن ودينا سلام الأب وحجي ماذا تسوي باوعد؟ كل ما تقعطي ما نصيحنا ونصيحنا ايه بالهندية جيستاذ الفريز العزيز نقطيان مؤخر أبنك المستحلص ابنك المخلص غاتم غانم غانم بالهندية غاتم غانم اسفت أنت؟ ايه افتهمتها حجي ايه تشكرك حجي الله يطولي عمر الحجي اهل يبي اهل يبينا على مغانم فهل من معتبر نلتقي غدا ان شاء الله تعالى برنامج مهم جدا حديث عن زيارة الاربعين اتمنى ان لا يفوتكم